من الرياض رئيس وفد الهيئة العليا للتفاوض في المعارضة السورية العميد أسعد عواض الزعب مساء الخير أهلا بك معنا سيد أسعد لن نفاوض بظل هذا الواقع هذا ما أكدتموه طبعا وقلت بأنه اليوم لن تقبلوا أيضا بأي تفاوض وأي ضغوط من المجتمع الدولي وأكدت ثقتكم بالإخوة العرب وكنت تشيد بدور دول الخليج وتطلب المزيد ما الذي تطلبه اليوم بظل هذا الواقع الذي تعيشه سوريا بسم الله الرحمن الرحيم نعم أختي الكريمة ما يجري في حالة بحقيقة عار ليس فقط على جبين الجامعة العربية الصامتة المستكينة مع الأسف الشديد لكن أيضا عار على جبين المجتمع الدولي ونحن في القرن 21 روسيا دولة عظمى لا حق النقضة الفيتو تعتبر من الدول التي تحافظ على الأمن والسلم الدوليين وهي أول من يخرق الأمن والسلم الدوليين نعم إيران تحاول أن تصنع قنابل ذرية تدعم الإرهاب في سوريا والعراق واليمن والبحرين والكويت وفي كل هذه الدول من أجل زعزعت الاستقرار في دول الجوار وهي التي تعتبر جارة وهي التي تعتبر دولة كما يقال إسلامية الولايات المتحدة الأمريكية التي من المفترض أن تكون دولة قائدة في هذا العالم ترعى الديمقراطية والحرية لكن ماذا كان يطلب الشعب السوري؟ الشعب السوري كان يطلب الحرية والولايات المتحدة الأمريكية تشيح بواجهها جانبا الشعب السوري يريد مقاومة الإرهاب المتمثل ببشر الأسد وروسيا تدعم هذا الإرهاب وتقتل الشعب السوري بطرق إرهابية إيران التي تتدخل في سوريا تحت اسم الحجيج وتبعث آلاف المقاتلين المرتزقة ليقتل الشعب السوري أليست هذه من عجائب هذا القرن 21؟ نحن على أعتاب هذا القرن والعالم يسعى جاهدا للقضاء على الأمراض للقضاء على الموت على القتل على الدمار لمقارعة الطبيعة كي لا تقتل الإنسان بينما من يقتل الإنسان هو الإنسان ومع الأسف أي إنسان الإنسان الذي يقتل هو الإنسان الذي كلف من قبل البشرية بحماية الإنسان يعني كما يقال وكالنام بالحمى فكانوا أول من غارع الحماى هم أول من يقتلون الواتفة المتحدة الأمريكية وروسيا وإيران هذه الدول التي تعتبر نفسها كبيرة ولكن حقيقة هي كبيرة فيها إذن هذا الواقع الذي نعم هذا الواقع الذي تعيشه سوريا حاليا حلب تحديدا ما الذي يفرضه بهذه المرحلة تحديدا سيد أسعد أختي الكريمة الهدنة المزعومة التي فرضها كيري ولافرو وأنا قل تماما وما زلت أصر على هذا الكلام عند لقاء هذين الرجلين هناك مصائب تنسكوا على الشعب السوري الهدنة كان مينا مفترض يعني أي منطق عسكري مهما كان قليل الخبرة يقول أن الهدنة تحتاج إلى أدوات عمل حقيقية وإجراءات هذه الإجراءات منها من يسبق الهدنة وتعتبر بمثابة تجهيز مسرح العمال القتالية لاستقبال الهدنة ومنها من يكون ضمن الهدنة أيضا لثثبيت الهدنة وبالتالي تحقيق الهدف المنشود من الهدنة ألا وهو إيصال المساعدات حصار عودة الهدوء نبذ العنف أو تخفيف العنف انطلاقا من ذلك يمكن الوصول إلى وقف اطلاق نار شامل لكن ما يجري حاليا حقيقة في ظل هذه الهدنة المسخرة أو المهزلة حقيقة هذا عبارة عن مساعدة على استباح الدم السوريين المزيد من العنف ارتكاب أو تحقيق أهداف للنظام لم يستطيع أن يحققها خارج الهدنة طيب سيد أسعد اليوم جون كيري بمباحثاته التي سيقوم بها مع سفن دمستورا المبعوث الأممي إلى سوريا مع وزيراء الخارجية الأردني والسعودي هل من اتصالات بين هؤلاء أو هل من تسريبات ما الذي سيطرح على الأقل من قبل وزير الخارجية السعودي الجبير أو جودة الأردني بظل هذا التصعيد الذي يشن على حلب أختي الكريمة الحقيقة أنا ذكرت وسأكرر بشكل دائم أننا نحني قاماتنا وهاماتنا احتراما لأشقائنا في الخليج وخاصة المملكة العربية السعودية التي حقيقة موقفها مشرف لكل عرب والمسلمين ليس فقط للشعب السوري الحديث عندما يتحدث السيد عدل الجبير لسيد كيري هو يعني ما يقول تماما ويطالب بما يطلبه الشعب السوري ولكن ما يتحدث به كيري مع الأسف الشديد هو كالذي يعني يعطي لمرض السرطان يعطي العديد من المسكينات نحن هنا لا نريد مسكينات نحن نريد معالجة المرض تماما المرض كل العالم أجمع على أن المرض هو بشار ونظام بشار إذن والدواء موجودة معروف لماذا لم نقوم باستخدام هذا الدواء عندما يقوم السيد كيري ويقول سنضغط على روسيا من أجل أن تضغط على النظام لا تضغط على النظام اضغط على روسيا أولا روسيا هي من تمارس إرهاب وإيران هي من تمارس إرهاب أليس أمام مرأة ومسمع السيد كيري دخل أكثر من عشرة ألاف إيراني من الفرقة 65 منذ ثلاث شهور من أجل الهجوم على حلب أليس أمام مسمع ومرأة سيد كيري الطيران الروسي يقوم بقصف حلب وتدمير 13 حي من حلب أليس أمام يعني هذا كيري ثم نتحدث عن ديمستورا ديمستورا نقدم في كل يوم تقريرين عن الخروقات الهتنة ورغم كلمة ديمستورا حفظناها يقول سوف نكلف الولايات المتحدة بالضغط على روسيا للضغط على النظام للضغط على بشان أسد للضغط مبارف التي مللنا منها حقيقة يعني أنا أشكرك جزيلا على هذه المشاركة معي من الرياض رئيس وفد الهيئة العليا للتفاوض بالمعارضة السورية العميد أسعد عواض الزعب شكرا شكرا